الأسئلة التي تكون بين الزوجين هل يحق للزوج أن يقول لزوجته أنت كنت قبل الزواج تكلمين رجال لك علاقة لك كذا وكذلك الزوج تسأل الزوج تقول كيف كنت قبل الزواج هل كانت لك علاقات محرمة أو شيء من هذا القبيل وهل إذا رفضوا مثلا رفض الجواب أو رفضت الجواب لها الحق في ذلك علي بارك الله فيك أولا بالنسبة للحياة الزوجية ربنا جل وعلا جعلها آية من آياته قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوادا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولذلك الحياة الزوجية حياة مبنية على الاستقرار مبنية على الرحمة مبنية على المحبة وشريعة منعت وحسمت كل ما يكدر هذه المحبة وهذا الصفاء الذي بين الزوجين هذا الأمر الأول ولذلك الأمر الثاني يجب على الزوجين أن يسعى في فتح الطرق والذرائع والوسائل التي تقوي الحياة الزوجية لا أن تهدم الحياة الزوجية فيجب على الزوج أن يقوي الرابط بينه وبين زوجته وكذلك الزوجة تقوي الرابط بينها وبين زوجها وذلك بتوفير الحضوب وبإقامة الحقوق وبالتزام العشرة بالمعروف لأن الله جل وعلا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والجل وعلا وعاشرهن بالمعروف الأمر الثالث من أسوأ الأخلاق أن يأتي الزوج فيحاول أن يبعثر ماضي الزوج ويبدأ بسؤالها أنت كيف كنت وهل لك علاقة وهل ارتكبت كذا أو كذا هذه من أسوأ الأخلاق ومن أبشعها وهذه تتنافى مع خلق أهل الإسلام ومن أبشع الصفات ومن أقبحها أن تقوم الزوجة فتستجوب زوجها في ماضيه وكيف كنت وعملت كذا هذا لا يليق هذا لا يليق بشخص بعيد كيف بشخص قريب ولذلك الله عز وجل ستير حيي ستير يحب الستر فجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حي ستير إن الله حي ستير الشريعة ما تتشوف إلى إقامة الحدود وتحرص عليها وإنما تتشوف إلى الستر ماعز الأسلمي لما ارتكب واعترف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن الذي حثه وحرضه ودفعه ابن عم الله قال له أخشى أن ينزل فيك القرآن فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال هل لا سترته بثوبك هل لا سترته بثوبك قاعدة عريضة في الإسلام وجوب الستر لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورفع دعوة على يعني أو أخبره بأن أخته يعني قد ارتكبت الفاحشة وأن حصل لها كذا ويريد يعني زواجه هل يخبر فضربه عمر وأمره بأن يستر على أخته فلما تأتي الزوجة تقول لزوجها ماذا كان لك من علاقات ووش كنت تسوي في حياتك في بداية حياتك بربكم هل هذا يوثق العلاقة يقوي الرابطة أم أنه يزرع مسمار في نعش الأسرة وهل الزوج الآن الذي يسأل زوجته وش كنت تسوين وش كنت تعملين وما هي علاقاتك وهل ارتبطت مع شخص ولا شيء هل تعتقدون بأن هذا سيوثق العلاقة ويقوي روابط الأسرة أم يضرب مسمار في نعش الأسرة ويبدأ يفتح على نفسه أبواب من الجحيم من أبواب الجحيم يدمر حياة الزوجة بحيث أنه يبني أو أنه يفسر كل تصرف لزوجته أنه يفسر تفسير مغلوط والزوجة كذلك ولذلك يا أخواني يا أخواتي اتقوا الله خافوا الله سبحانه وتعالى اتركوا عنكم هذه الأشياء شريعتنا شريعة عظيمة يعني ليس فيها فقط الأحكام الشرعية فقط فيها تربية فيها أدب فيها رقي يحسم مثل هذه الأشياء ويمنعها وبعدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والتائبون أحباب الله عز وجل التائبون أحباب الله يقول الله جل وعلا إن الله يحب يحب التوابين ويحب المتطهرين يحب التوابين ويحب المتطهرين فإذا اقترف إنسان خطيئة أو ذنب في حياته خلاص ختم عليه مثلا ما تقبل توبته يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغ الذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباني والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولذلك بعض الناس في عافية في عافية ويروح يكدر على نفسه وينكب حياته ويدمر أسرته بسؤال غبي بسؤال تافه بسؤال من قبل الشيطان يروح يقول لزوجته أنت خبريني عن حياتك سويته فعلته لأوا بعض الحمقى وش يجيب؟ يجيب المصحف يقول لي حرمة تعالي اقسمي عليه أنك ما كان لك علاقة في أول حياتك والمسكينة قد تكون برية وقد تكون خطبة مثلا وما تمت الخطبة وقد تكون مثلا خرجت مع خطبة مثلا أفترض وخطأ هذا خطأ خلاص ختم عليها وبعض النساء الحمقاوات أيضا تأتي إلى زوجها في عافية وفي أمان وماشاء الله أسرة طيبة تروح تحاول أنها تبعثر ما في حياة زوجها وتحاول أن تستخرج أسرار زوجها الماضي أخطأ مثلا وتأتي لتظهر هذا وماذا تريد بعد ذلك تريد والله طمأنينة وراحة وسكينة أبدا ما يمكن هي الآن سمحت للشيطان أن يدخل بيتها وهو سمح للشيطان أن يدخل بيته حتى يدمر هذه الأسرة بمثل هذه الحماقات وبمثل هذا الغباء الذي يتصرر فيه بعض الناس النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل بعثه ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق قال عليه الصلاة والسلام إنما بعدت ليتمم صالح الأخلاق الله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف رجل غير مسلم لما يسلم الله عز وجل يعني يبيض صفحته يغفر لهم ما قد سلف طيب كيف المسلم كيف المسلمة اللي يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد وقعوا في الخطيئة نجي نحن نحاسبهم نجي نحن ننقض توبتهم مثلا نجي نحن ننكأ جرح في حياتهم مثلا بسبب خطأ معين فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأنا يمكن أطلت الجواب لماذا لأن سؤال الأخ علي حرك في نفسي شيء في حوادث موجودة في ملفات في قضايا أسرية موجودة للأسف الشديد مثل هذا الأسلوب ومثل هذه التصرفات الخاطئة يدمرون حياتهم بمثل هذه الأسئلة لأن بعض الناس وللأسف مثل ما قال الأول إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يأتيه من توهمه قد يكون الزوج هو أصر مرتكب للخطايا واقع في الذنوب فيعتقد بأن زوج تمثله للأسف الشديد ويروح يبدأ يحقق معها الزوجة للأسف قد تكون ارتكبت خطأ فتروح تعتقد بأن والله مدام حصل خطأ في حياته إذن زوجها نفس الشيء مثل هؤلاء الشباب فتروح تبدأ تدمر حياته بمثل هذه الأسف لذلك الستر نعمة من نعم الله العافية زينة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه العباس عمه قال يا رسول علمني دعاء قال قل يا عم اللهم إني أسألك العفو العافي اللهم إني أسألك العفو العافي كم من إنسان أخطأ في حياته وهو من أهل الجنة بفضل الله ثم التوبة النصوح توبة النصوح أسأل الله تعالى أن يمنع علينا وعليكم بالستر وبالتوبة ترجمة نانسي قنقر